هل عذاب القبر دائم إلى يوم البعث أم الصدق والعمل الصالح علمي تجعله نعيما أولا لا بد أن نعلم أنه القبر ليس عذابا فقط عذاب ونعيم روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران لا تتذكروا دائما العذاب القبر عذاب القبر في نعيم القبر لا تنسوا نعيم القبر وأحسنوا الظن بأهاليكم وأقربائكم وأصدقائكم أنهم إن شاء الله في نعيم وليسوا في عذاب هذا الأمر الأول الأمر الثاني نعم ينفعه إن شاء الله تعالى هذه الصدقات والدعوات التي تدعوها له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمين ينتفعوا بها ولد صالح يدعو له نعم ينفعه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم أن يغفر لأموتنا وليحيائنا